عقدت الهيئة الإدارية لجمعية وطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ عصام عبدو علي نائب رئيس الجمعية الوطنية وفي مستهل الاجتماع ثمن عصام عبدو الجهود التي تبدلها لجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار داخل العاصمة عدن خصوصا والجنوب بشكل عام ووقفة الهيئة بعدها أمام التطورات ذات الصلة بقضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني مؤكدة أن القضية عشال هي قضية كل أبناء الجنوب معلنا في السياق تأييدها المطلق لكل الإجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة الأمنية العليا أمس الثلاثة بشأن القضية اشتركوا في القناة